السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في القناة ديالي مريم فلوكس إذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا الفيديو تشتركوا في القناة ديالي وفعلوا زر الجرس باش دي ما يوصلكم أي جديد وليما غدي نحضر معكم هاد مسمنة كبيرة معمرة بعاجين زوين ومورق وكيجي المسمن هائل كنتمن بأنكم تجربوها بالنسبة المكونة اللي غدي نحضر بها هاد المسمن كيف ماشتو بالنسبة للعاجين غادي نحتاج 400 جرام من الدقيق الأبيض الفورس ونصف الكمية فينو يعني 200 جرام من الفينو 400 دقيق أبيض وميتين جرام فينو بالنسبة لكم يمكن تديرون نصف الكمية ديال الفورس ونصف الكمية ديال الفينو متوما على حساب عدد أفراد العائلة ديالكم كيف ما ذكرت من قبل وغادي نضيف هنا هي عندي معلقة كبيرة من السكر ونصف ملعقة من الملح وعندي هنا أخمارة ديال الحلويات تقربا واحد المعلقة صغيرة غادي نخلط المقونات وغادي نضيف معلقة كبيرة من الزيت وغادي نضيف كذلك الماء يكون دافئ باش نعجن العاجين كيف ماشتو أنا غادي نعجن في العجان انتو ما عجنو بيديكم ليكون اختيار بالنسبة لهاد المسمى خاص يجي مدلوك مزيان اي بالنسبة للمسمى اللي في الفران الاولى الملوي او بمسمن عادي المهم انه يكون مدلوك مزيان باش يجينا ناجح ان شاء الله وفي هذا الوقت لأ كيف ماشتو العجين تدلك مزيان وفي هذا الوقت لأ كيف ماشتو العجين تدلك مزيان اماما غادي ندهنه بشوية زيت زيت زيتون او زيت نباتية اللي متوفر عندكم شفتو را مدلوك مزيان كي يجي مطلوق يعني ما ما يجيش القاصح حقص يجي مطلوق ضروري خادي نغطي ونخلي يرتاح تقريبا واحد الوقت اللي بغيتو والمسمن حيث مفيش الخميرة يعني كما كي طلع موالو مهم انه يرتاح تقريبا واحد ساعة او ساعة لاروب هالها الطريقة غادي نخلي يرتاح ونطلقوا من بعد من اللي يختمر العجين وبهاد الاتناء من اللي غادي يكون كيختمر العجين غادي نحضروا الحشوة اللي غادي انعمرو بها هاد المسمن انا عنو ريكم طريقة ديالي انتم ماليكم الاختيار تعمرو باي حشوة انا كندير البصلة عندي هنا تقريبا واحد البصلة كبيرة انا غادي نديرها بالكفتة يمكن نديرها بالجاج او بشحمة فقط انتم ماليكم الاختيار يعني بالكفتة وشحمة كتجي افضل كيفاشتو غادي نضيف بصلة هنا وغادي نضيف فلفلة حمرة وخضرة مقطعة يمكن ديرو احتال فلفلة ليمونية انتم مالي يتوفر عندكم يكفي غير الخضرة فقط ولكن احتال الحمرة كتعطي واحد انك هزوينة وشكل زويل المسمن غادي نخليهم حتي تشحرهم ذيان وغادي نضيف عليهم الكفتة او توابل بالنسبة للتوابل اللي غادي نضيف انا غادي نذكرها معاكم غادي نضيف هنا واحد المعلقة صغيرة دي الملح حسب الاختي الرغبة ومعلقة دي البزار وعندي الفلفل الاحمر والفلفل كذلك البابريكا الحار او الهريسة ما كانت متوفر عندي الهريسة وضفت هذا الفلفل الاحمر الحار وسكين جبير كيف ماشته سوفي غادي نخلط المقونات وغادي نضيف اليهم الكفتة والزيتون نختار مقطة وغادي نستمر على طريقة كيف تطيب لي الحشوة وهكا تكون واجدة تبرد نعمر بها المسمن بالنسبة للكفتة قياس اللي متوفر عندكم 100 جرام او 100 جرام لحسب اللي متوفر ماشي دارو الوحد الكمية مهم كمية مناسبة وصفية ماشي كمية محددة باش ان نديروها في المسمن اللي متوفر عندكم ديروه فقط غير انك هكا تعطي لكفتة واحد لده زوينة لمسمن ومن بعد ما طابط الحشوة كيف ما كتشوفوا غادي نفرغها ونخليها تبرد مهم انها تكون باردة تماماً باش للعاجين ما تتقبش لينا ويتقطع وتخرج لنا الحشوة من العاجين ها يدي ضروري ان الحشوة خاصة تكون باردة باردة وبالنسبة للعاجين من بعد ما ارتاح كيف ما كتشوفوا غادي ندهنو بالزيت وغادي انقسمو على القطع متساوية تقريباً ثمانية القطع او سبعة على حسب المسمن قداش بغيتو انا غادي ندير مسمناة كبيرة غادي نديرو وحدة وسط وحدة باش تجيني مسمناة كبيرة وكيجي كتجي مورقة وغادي نديرهم وغادي نديرهم في مسمناة وحدة كيف ما كتشوفوا معي على هالطريقة غادي ننكورهم هاكو غادي نخليهم يرتاحوا كذلك باش ملين بغين نبسطهم ديني ساهلة طريقة توراق ديالهم ان شاء الله باشا الله ومن بعد مادة استقرباً ومن بعد مادة استقرباً او 11 دقائق سوف نستخدم العاجيل باش يجيني ساهل في تورق سوف ناخد الاولى اللي قدرتها من قبل سوف ندستها بالزيت كيف ما كتشوفه غير الزيت فقط بلا مددعي انكم ديروا زبدة ولا باجين ورقة غير الزيت يعني كنتدير ورقة ومن وسط ورقة يعني كتجي كيف مشتول العجين ومدلوك مزيان دغياغي كنجروا ما تكيكي تقطع موالو هذا دليع انه مدلوك مزيان سافي غادي نصمر بها الطريقة وغادي الحشوة غادي نقسمها على دوك القيطة عيني ميزاني حساب دوك سبعات القيطة اللي درت ديال العجين سافي غادي نعمرها ونسدها سافي على هالطريقة ونخليها على جند وكذلك غادي ناخد القيطة الثانية وغادي نورقها وندير فيها الحشوة ونوضع فيها المسمنة اللي درت وغادي نستمر على هالطريقة حتى نكمل القيطة كاملين هذي هي الطريقة اللي كتجي زوينا في المسمنة معمرة باش كيجي مورق وكيجي جنب كلهم عامرين جنب ديال المسمن كلهم عامرين بالحشوة انا كنفضل هالطريقة ايلا بغيتو تديرو مسمنة صغار يعني كتقسمو كتقسمو هذك العجين كتديرو صغر من هكا تقربا على 12 او 16 قطعة صغيرة وكتديرو واحدة ووسط واحدة كذلك وهما صغار يعني نفس الطريقة ما كتختلفش غير انا فضلتها نديرها كبيرة كتعجبني هكا وكتكون ساهلة كتتهال علي الخدمة ثم وهنا كيف ماشتو من بعد ما كملت يعني هاي المسمنة الكبيرة واجدة دابا كيف ماشتورة كجيها كساهلة ومورقة كجيزوينة كيف ماشتو هذك الفقاعات يعني كتبسطوها غير هكا كتخليها واحد خمسة دقائق بما تطلقوا كتبسطوها في الصينيدي الفرن اللي فرشتها بورق الطبخ كيف ما كتشوفو وغادي ندهنها بشوية دي الزيت ونبسط على هالطريقة وبالنسبة لواحد شوية من الخالط كنخلي وكنديرها ملفوق باش هكا ما كيجينيش ملفوق غير العجين كتجي حتى الحشوة كيف ما كتشوفو على هالطريقة ترى ما كتنفخ موالو العجين كيف ما تشوفو هذك الخميرة هذك فقط غير بالنسبة للطورق يعني كتجي انها كتجي مورقة مزيان سافي هذك شوية الحشوة كيف ماشتو كندهنها من الفوق على هالطريقة وكن نوزعها على الجوانب كاملة ونقبل عنا سخنة الفرن على درجة حرارة ميتين كنتخلي صينية الفرن كتطيب على حرارة من توسطة كيف ما ذكرت من قبل سافي لداش حرارة ميتين وكننقبلها حتى كتطيب من الفوق ومن تحت وهكا كتكون واجدة وكنتمنى بانكم تجربوا هذ المسمنا لانه فرمدان دابا غادي تنفعنا بزاف وبالنسبة للشكل النهائي هو هذا بالنسبة من بعد ما طعبت المسمنة وقطع ساكف ما كاتشوبو كتجي مورقة وكيجي كاملة المسمنة عامرة بالحشوة يعني ما كيجيش غير العجين في الجناب او يعني كنت لكم الاحسن تديروها كبيرة باش هكا ما كتكونش الجوانب ديالها كلهم مقرمشين كيجي نتمنى انك يعجبني يكون ماشي قاسح بزاف وماشي رطب كنتمنى انها تكون عجباتكم هذ المسمنة اليوم وكنتمنى انكم تجربوها ولا جربتوها خليوا لي في تعليق تحت لافيديو وكنتمنى نكون عند حسن ضن ديالكم وليما زال ما يشتاركش في القناة ديالي يشتارك ويفعل زر الجرس باش ديما يوصلكم اي جديد وشكرا على المشاهدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر